مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب حلقة اليوم حلقة مهمة جدا حلقة مهمة لكل باحث لكل شخص مهتم بنقد النص لكل شخص مهتم كيف وصل إلينا العهد القديم ونص العهد القديم لكل شخص مهتم بمعرفة أيضا الردود على النقد الموجه للعهد القديم ونص العهد القديم حلقة اليوم هي بعنوان النص المازوري النص المازوري النص المازوري يمكن الاسم شوية عند الكثيرين مش متعرف لكن عند الباحثين والدارسين للكتاب مؤدس وكيف وصل إلينا الكتاب مؤدس ومخطوطات العهد القديم ومخطوطات العهد الجديد النص المازوري يعتبر اسم معروف جدا ومهم جدا النص المازوري هو النص الأصلي اللي معتمد للعهد القديم سواء عند اليهود أو في الإيمان المسيحي النص المازوري من النصوص المهمة جدا اللي بنسميها من أهم الشواهد على النص العهد القديم العبري كويس أنا الاسبوع اللي فات لما بدأت أتكلم شوية عن نص العهد القديم وكيف تطورت اللغة العبرية وكيف أيضا تطورت الكتابة واسلوب الكتابة ونسخ المخطوطات كنت حاسس أنه ممكن تكون المعلومات شوية يعني تقيلة أو غير مهمة لكثيرين لكن فجئت بتعليقات حضراتكم الكثيرة والمشجعة التعليقات الكثيرة على الحلقة سواء على الفيسبوك أو على أيضا اليوتيوب ويمكن أنا هنا طبعت بعض التعليقات أيضا من تعليقاتكم على الحلقة وأدي يعني كل كلماتكم وكلمات الشكر ويعني حد قال لي دكتور أشرف هذه المعلومات مهمة لنا أيضا نحن غير الباحثين فشكرا لأنك بتنور عقولنا بهذه المعلومات بجانب كلمات الشكر على الحلقة كانت في أيضا بعض الأسئلة المتعلقة هل يهوى كان معروفا في العهد الجديد بالتأكيد لأن الله لم يتغير الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخ في ابنه فطبعا وتلميذ المسيح لأنهم كانوا يهود والرب يسوع أيضا نشأ كيهود من صبت يهوزة ومن بيت داود فيهوى هو الإله الذي لم يتغير كمان بعض الأسئلة طبعا المعجزة الربانية في الكتار المقدس بعهدي القديم والجديد تتمثل في أن نبوات العهد القديم التي عند اليهود قد تحققت طبعا تحقيق نبوات برهان مهم جدا على صدق الكتار المقدس وكمان حاجة يقالها أن المؤمنين بيتغيروا من إنسان خاطئ إلى إنسان بار من إنسان بعيد عن الله إلى إنسان قريب إلى الرب فالكتار المقدس بيصنع هذا التغيير أنا أشكركم كثير على هذه التعليقات الكثيرة وغيرها يعني أنا يعوزني حلقة أو اثنين علشان أتناول تعليقات حضراتكم بالتحليل وبالرد كمان على الأسئلة لكن النهاردة هتكلم هلخص حلقتنا عن النص المازوري نساحها مازورة وده النص العبري أو ده مسميه بالإنجليش ده مازوراتيك تيكست ومهم جدا لنا كدارسين إن إحنا نعرف هذا النص لما غير المسيحيين يعرفوا عن هذا الأمر ويقولوا لنا إنه لازم إحنا كمسيحيين نعرف عنه ده بيخجلنا كثير إحنا في هذه الأيام نحتاج مش بس إلى يعني مؤمنين عارفين الكتاب لكن كمان عارفين كيف وصل إلينا الكتاب مؤمنين مستعدين لمجاوبة كل من يسألهم عن سبب الرجاء الذي فيهم مؤمنين مستعدين أيضا لمجاوبة الأسئلة والتحديات الكثيرة التي يقدمها البعض سواء نقد للكتاب المؤدس أو تشويه لحقائق الكتاب المؤدس محتاجين مؤمنين حقيقيين يقدروا إنهم يقدموا إجابات عقلية إجابات أكاديمية إجابات كتابية مهمة لكل من يسألنا عن الكتاب المؤدس هوريكوا فيديو أنا جمعت فيه ثلاث شخصيات بيكلموا من الإخوة المسلمين بيكلموا عن النص المزوري وقلت إنه دي ممكن تكون بداية إنه لحضراتكم تتشوقوا للمعرفة عن النص المزوري أكتر فخلونا نسمع الفيديو وحعلق عليه المسوري العبري أنجزه علماء في القرنين السابع والثامن بنتكلم عن تكوين النص المسوري وموضوع النص المسوري ده موضوع كبير لما تيجي تسأل سؤال ما هي أقدم نسخة عبرية كاملة للكتب المقدسة اليهودية؟ النص المسوري النص المسوري لا يمكن أن تكون باحثا أو دارسا في اليهودية أو النصرانية وأنت لا تعرف ما هو النص المسوري لا يصح ولا يجوز لماذا؟ النص المسوري هو النص العبري المعتمد لدى اليهود هو الكتاب المقدس لدى اليهود جميل فالنص المسوري هو الكتاب المقدس المعتمد لدى اليهود المؤسس على نص هذا النص اكتمل مراجعته ونسخه في القرن العاشر لكن العلماء اليهود كانوا شغالين عليه من القرن السادس الميلادي نيجي إلى نقطة مهمة يعني ايه النص المزهوري ولما نتكلم على النص المزهوري طبعا النص يما بتنطقها بالسين يما بتنطقها بالزين فأنت يعني يما المزهوري يما المسهوري فأنا اخترت انه يعني اقولها الماسورية النص الماسوري او الكلمة الماسورية تشير إلى نظام الخاص بالتعليمات المتعلقة بكتابة النص يعني نسخ النص نسخ المخطوطات وكتابتها هناك نظام معين اخترعوا المازوريين وابدعوا فيه علشان يطلع النص مضقق وبدون اي اخطاء في نسخه فعش كده بقول او ده تعريف واحد مشهور اوي اسمه امانويل توف وده واحد من العلماء المشهورين بنص العهد القديم فبيقول انه بيشير الى ان هذا منشير الى نظام الخاص بالتعليمات المتعلقة بكتابة النص الكتابي وكراءته مش بس نسخه لكن كمان كيفية قرأته هذا نظام اعدته اجيال من المازوريين وكلمة المازوريين بعض بيقول انها جاية من الاصل التقليد او المسلم النص المسلم والمهم هؤلاء هذه الاجيال من المازوريين قد سجلوا ملاحظاتهم حول نص يعني في المخطوطة نفسها المازوريين حولوا او سجلوا كل ملاحظاتهم حول النص الغرض من النظام اللي حطه المازوريين هو التأكيد على توفير العناية الشديدة بالنص الكتابي عند نسخه عند نسخه وعند إرائته يعني هم اهتموا جدا انه ازاي هذا النص يتم نسخه وازاي ايضا يتم إرائته فلما اتكلم عن المازورة بتكلم عن سيستم على نظام اتحط من علماء متخصصين يهود اشتغلوا لقرون عديدة من الزمان على النص المسلم اللي هو النص اللي معاهم من العهد القديم واشتغلوا عليه لحد لما هذا البرنامج او النظام وصل الى كماله فاصبح عندنا نص مضقق نص صحيح نص نقدر نستخدمه ونتعلم منه الكثير طيب يؤكد التقليد اليهودي ده التقليد اليهودي بيقول كده على ان هذا النظام النظام اللي بدأوا او النظام اللي وصلوا الى كماله المازوريين ان هذا النظام يرجع في بدايته الى عذر الكاتب في القرن الرابع قبل الميلاد لان عذر وصف بانه كاتب ماهر في شريعة موسى كويس في سنة 539 لما اليهود بدأوا يرجعوا من بابل كان عذر واحد من هؤلاء اللي رجعوا ويقول الكتاب عنه في سفر عذر ان عذر كان كاتب ماهر في شريعة موسى وقد بدأ من وقتها من وقت عذر يبقى عندنا فئة موجودة معروفة اسمها فئة الكتبة اللي بنسميهم سفوريم السفوريم هم الكتبة الذين حتى اسمهم جاي من كلمة سفوريم معناها الذي يحصي الذين يحصون الحروف للطورة والكلمات والمقاطع بتكون من كم مقطع ويحصون كل شيء ويعرفوا الحرف الاوسط فين والكلمة الوسطة فين في الطورة وإحصائيات كثيرة جدا قدمها الكتبة فالكتبة يعني بدأوا زي ما كان كاتب ماهر في شريعة الله لو عذر بدأت أيضا حركة متخصصين نسميهم علماء سكالر في نسخ المخطوطة في نسخها في نقل النص من مخطوطة إلى مخطوطة النظام المازوري بيتكون من جزئين مهمين جدا وانا هورل حضرتكم بعد الصور عشان أوضح هذه الفكرة المازوريين لما مسكوا النص الكتابي كويس ده الكتاب العبري ده هيبرو بيبليكا ده الكتاب العبري كان أول مخطوطات سواء المخطوطات دي في لفائف كويس كانت موجودة وبعدين تحولت إلى أنها تحط على كودكس تبقى زي سورة كتاب لما المخطوطات دي بدأوا يشتغلوا عليها المخطوطات كانت مكتوبة بالحروف الساكنة فقط الحروف الساكنة كل الحروف العبرية حروف ساكنة مفهاش حروف متحركة كويس فلما بياخدوا النص بحروف الساكنة بدأوا على الصفحة كويس على كل صفحة يكتبوا على الهوامش الجانبية ويكتبوا على الجواني الهوامش العلوي والهامش السفلي فعندنا نظام هذا النظام بيتكون من جزئين بيتكون من حاجة بنسميها مزورة قطنة كويس ودي عبارة عن أو بيليها الاختصار أو قد بيسموها مزورة بارفا الام بي كويس ودي عبارة عن النظام الأساسي النظام الأساسي للملاحظات اللي بيحطوها على الهوامش الجانبية في ملاحظات بتتحط على الهوامش الجانبية هذه الملاحظات اللي بتحط على الجوانب الهوامش الجانبية ملاحظات كثيرة بالنسبة للنص كمان في حاجة تانية بيسموها مزورة جدولة او بيسموها مزورة ماجنة هذه المزورة الماجنة هي الملاحظات اللي بتتحط على المخطوطة على الصفحة من فوق وبتتحط على الصفحة من تحت يعني الاربع جوانب بتوع المخطوطة او الصفحة في المخطوطة بيبقى عليهم ملاحظات بيبقى عليهم ملاحظات الملاحظات دي كثيرة جدا 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 كويس هوري لحضراتكم صفحة هذه الصفحة ممكن يعني هذه الصفحة بتبين لنا ادي النص الكتابي كويس وبيبقى في ملاحظات تحت وملاحظات فوق وملاحظات على الجانب يعني اللي يدق جدا هيعرف انه في ملاحظات موجودة خليني مثلا وريها لحضراتكم دي مثلا هنا في ملاحظات على الجوانب موجودة ويمكن لو وريت لحضراتكم سلايد تاني يمكن هيكون برضو اوضح كويس ده جزء من تكوين اربعة من تكوين اصحاح اربعة من مخطوطة لينجراد ونتكلم عن مخطوطة لينجراد يمكن بالتفصيل اكتر لكنها ايضا تعتبر نص من نصوص المازورية وهنا بنلاقي في ملاحظات فوق وبنجد ايضا في ملاحظات تحت وفي ملاحظات على على الهوامش الجانبية للمخطوطة وزي ما قلنا انه انه طريقة الكتابة كان وقتها انه الصفحة بيبقى فيها تلت اعمدة وكل عمود لا يزيد عن اتنين وتلاتين سطر وعلى فكرة كل الكتابة دي كتابة يدوية كتابة يدوية التوراة لابد ان تكتب وتنسخ يدويا وزي ما قلت لحضراتكم ان كل المجامع اليهودية في كل مكان في العالم لابد ان يكون التوراة مكتوبة ومنسوخة باليد بهذا الشكل بهذا الشكل اللي بيقروا منها اللي بيقروا منها طيب النص المزوري النص المزوري هو النص العبري للعهد القديم النص العبري المعتمد والمؤسس على التقليد او التسليم ويس يعني المزوريين لم يخترعوا نصا والكتاب المقدس العبري لم يكتب على يد المزوريين الكتاب العبري مكتوب من زمان مكتوب من زمان وقانونيته ايضا قرروها اليهود من زمان للدرجة ان الرب يسوع نفسه شهد عن قانونية العهد القديم لما اتكلم عن التوراة واتكلم عن الانبياء واتكلم عن الكتب او المزامير كما هو مكتوب عني في نموس موسى والانبياء والكتب ودول التناخ دول الثلاث اجزاء المكونين للعهد القديم كله الثلاث اقسام الرئيسية التوراة والانبياء والكتب تورانا فيين كتبين ده ده تلاث اجزاء الرب يسوع في حديثه كثيرا مع اليهود اتكلم عن الثلاث اجزاء دول وده بيقول لنا على انه قانونية العهد القديم كانت معروفة ايام الرب يسوع يعني اليهود كانوا مقررين ايه هي الاسفار المقدسة ويس فلما اتكلم عن المازوريين انا بكلم عن النص العبري القديم المعتمد والمؤسس على التقليد او التسليم كل اللي عملوا المازوريين انهم كتبوا هذه الملاحظات واخترعوا نظام حروف متحركة وتنقيت او تنقيت للنص وعملوا احصائيات كثيرة متعلقة بالنص هذا النص قام بالعمل عليه علماء يطلق عليهم المازوريين وابتدأ هؤلاء العلماء من القرن السادس وحتى القرن العاشر الميلادي يعني 400 سنة عائلات يهودية متخصصة في حفظ النص ونسخ النص عشو كده اي دارس للعهد الاديم او اي دارس لمخطوطات العهد الاديم او علم النقد المتعلق بالعهد الاديم بيعرف انه هناك رمز للمخطوطة المازورية يا اما يطلق عليها ام ت مادوراتيك تكست او بس حرف الام زي ما هو هنا يعني لما تيجي الى دراسة النص العبري نفسه وتيجي تحت عندي الهوامش اللي تحت اللي مكتوبة هيقولك مثلا الاية دي كما هي موجودة في ام او موجودة في كيو كمران فالابريفياشن دول او اختصارات دي اختصارات مهمة جدا لاي دارس ان يعرفها كويس فالنص المازوري هو النص الذي استلموا المازوريين كويس لاجيال طويلة واشتغلوا عليه واشتغلوا عليه طيب نشوف هنا اخونا دا بيقولنا ايه عن النص المازوري نسمع المازوريون هم جماعة يهودية اعتنت من نص العبري من القرن السادس الميلادي وحتى القرن العاشر او الحادي عشر الميلادي اعتنوا بهذا النص ونسخوا منه نسخا كثيرا وتخلصوا من كل المخطوطات القديمة المتنوعة واصبح لدينا نص عبري واحد النص الماسوري فنجد مخطوطات كثيرة جدا لنص العبري مخطوطات تسمى المخطوطات الماسورية كلها شبه متطابقة لان هناك هيئة بالفعل قامت على هذا النص يعني لم يكن النص ينسخ بحرية وكل بناء على ماذا اعتمد الماسوريون في توحيد النص يعني لماذا اختاروا هذا النص تحديدا وتخلصوا من كل المخطوطات القديمة لا احد يعلم كويس هو اللي بيقوله طبعا زي ماقول انه اللي بيقوله صح لكنه هو دايما دي عادية المسلم انه يبث السم كويس وهو بيكلم عن النص الكتابي لازم يحط السم اللي عنده في النص الكتابي يعني هو بيفترض نظرية المؤامرة وبيفترض نظرية انه هناك هيئة يعني خلاص اليهود عملوا هيئة هذي الهيئة هدفها هو ازاي نتخلص من النصوص القديمة ونعمل نص جديد وكأن النصوص القديمة كانت غلط فهنعمل نص جديد كويس طبعا هذي الفكرة هو متأثر بها بعثمان اللي جمع كل النسخ من القرآن القديمة كويس وحرقها وعمل نسخة جديدة على فكرة المزهورين ما عملوش كده المزهورين ما عملوش كده وما عملوش بهذا الغرض انه يتخلصوا من القديم علشان القديم في حاجة اليهودي عنده الجديد له قيمة عن القديم ولأن القديم فيه اسم الله في اسم يهوى فهو ما ينفعش يرمي في الزبالة ما ينفعش يخزنه لأنه ممكن يحصل له أي حاجة ويقع في ايد اه اه او ايد ناجسة غير يهودية فالنص فيه اسم يهوى كويس فدايما اليهودي عنده اأمن طريقة بيها يقدر النص القديم انه يحرقه لكن المزورين راحوا ما عملوش ايه عملوا كده جمعوا كل النصوص القديمة وقالوا في يوم من الايام ان احنا نحرقها النصوص القديمة دايما كانت يأما بيتخلص منها بالطريقة دي هي دي الطريقة لقدسية النص وليس عيب في النص لو 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 هما يعني عندهم هذا الفكر المؤمرة كانوا عملوا نص النهاردة حتى المسلمين ما عرفوش ينتقدوه يعني انت يعني النص العهد القديم نص بينتقد من المسلمين كثيرا حروب العهد القديم الى العهد القديم صفات الله في العهد القديم تاريخ العهد القديم كل الحاجات دي كان اليهود لو هما شاطرين كانوا قال لك احنا نتخلص من الحاجات دي كله نعمل نص ما فيش عليه اي سؤال حدش يسألنا عنه لكن دايما المسلم لو بيتكلم عن الكتاب المؤدس زيما عنده فكرة المؤامرة وعلى فكرة عثمان هو اللي عمل معرفش كان عثمان بالنسبة لهم كان هو نموذج يعني تخذوه انه نعمل زي عثمان نجمع كل ما هو متخالف ونحرقه ونطلع نص جديد ونفرده بالقوة على الكل يعني طيب يجي الجزء مهم النص زي ما قلنا نص المازوري النص المازوري اللي هي مجموعة المخطوطات اللي اشتغل عليها المازوريين و اضافوا العلامات المتحركة و اضافوا ايضا النبرات كيف تقرأ و اضافوا ايضا ملاحظاتهم على النص هذا النص النص اللي فيه الملاحظات دي هو نص متأخر ايوه نص متأخر ما حدش بقول غير كده لكن كونه نص متأخر لا يقلل من قيمته نهائي فقيمته تتفوق على زمنه يعني زي ما نحن بيقوله في يعني بتتقال بالانجليش little manuscripts but not inferior يعني اه هي مخطوطة متقدمة او يعني حديثة نسبيا لكنها ليست اقل في القيمة بالعكس النص المازوري نص له قيمة كبيرة جدا للدرجة ان فعلا اليهود اعتمدوا على انه هذا النص هو النص المسلم النص المعتمد للعهد القديم طيب عشان نقدر نفهم شوفوا كل العمل اللي تم قبل الاصلاح بالنسبة للنص العبري كان عمل يهود عمل اليهود عمل الكتبة عمل المازوريين كل العمل اللي اللي تعامل من نسخ المخطوطة من اضافة الملاحظات من الدراسات الدقيقة جدا المتعلقة بالاحصائيات من مقارنة المخطوطات ببعضها ببعض كل الشغل اللي تعامل المتعلق بالمخطوطات العبرية حتى عصر الاصلاح حتى 1500 ميلادية هو شغل يهود هو شغل يهود بدأ بعد الاصلاح بعد الاصلاح يهتم من ضمن الامور اللي بدأ يهتم بها العلماء المسحيين هو اللغة الاصلية للنص الكتابي فابتدأوا يهتموا باللغة الاصلية اليونانية ومخطوطات اليونانية وابتدأوا ايضا يهتموا باللغة الاصلية العبرية المخطوطات العبرية ومع بداية القرن الثمنتاشر بدأ يدخل العلماء اكثر عمقا بالاخص الالمان كويس اما اتكلم عن الالمان أي شخص بيدرس عهد قديم حاجة من الحاجات المهمة لو هيدرس يعني PHD والحاجات الأكاديمية كبيرة يعني لازم يدرس لغة ألمانية لأنه كمية الشغل اللي اتعمل من الألمان الباحثين على مخطوطات العبرية والنص العبري رهيبة جدا رهيبة جدا فبدأ العالم الغربي يهتم أكتر ويعمل شغل في النص العبري لكن أساس كل الشغل للنص العبري هو أساس يهودي علماء يهود قدسوا النص اعتبروا موحى به من الله اعتبروا نص مقدس من بدايته اهتموا بنسخه اهتموا بقريته اهتموا بفهمه اهتموا بكل تفاصيله أنا عايز أقول لكم أنه حروف التوراة معدة يعني أعدوها أحصوها كلها يعني مثلا من كلمة من ضمن الحاجات مثلا اللي حطوها اللي بتقراها في النص العبري مثلا كلمة عتا أو والآن اوكي الآن لما يدرس اليهودي أو المزوري الكلمة دي كان يحط ملاحظة يقولك الكلمة دي وردت خمستاشر مرة في التوراة وردت كم مرة بيصبقها حرف الواو الفاف وايس وكم مرة قتت بعد الفعل الفلاني وكم مرة قتت بعدها فعل فلاني يعني هذه الدراسات كانت هي الدراسات اليهود من احترامهم وتقدرهم للنص المكتوب خليس نيجي الى فيديو مهم اخر وانا الفيديو احب ان انا طبعا اعلق عليه لكن خلونا نسمع هذا الفيديو وماذا يقول لنا الاخ التاعب هو تعب نفسه كتير في هذه الامور نيرس الاصفار الكتاب المقدس العهد القديم ما نعرفش من الذي كتب هذه الاصفار في الاصل طبعا ده كذب ده كذب لما يقول لك كل اصفار العهد القديم ما نعرفش مين اللي كتبها في الاصل هذا كذب لا يقول حقيقة لانه اشعياء كتب انه هو اللي كتب ارمية كتب حسقيال كتب دانيال كتب اصفار الانبياء الصغار كلها معروف من اللي كتبها مزامير معروف من اللي كتبها امثال معروف من اللي كتبه سفر الجامعة معروف من اللي كتبه نشيد الانشاد معروف من اللي كتبه يعني يعني فلما يجي يقولك كل أسفار العهد القديم لا نعرف من كتبها كداب ده يعني سوري في اللفظ لو في لفظ أسهل من كده كنت قلته لكن دي الحقيقة إنه لا يقول الصدق ممكن العلماء بيختلفوا على التوراة لكن حتى التوراة اللي هي أسفار موسى الخامسة هناك جروب كثير كبير من العلماء بيقول إن موسى هو لكتابها وفيه شواهد سواء كتابية أو تاريخية تؤكد هذا الأمر ممكن النقاط ما يقبلوش هذا الفكر لكن لم يجي هو يقولك أنا ما عرفش مين اللي كتب ما نعرفش مين اللي كتب كل أسفار العهد القديم ده ليس حقيقة كم الأسفار الكتاب المقدس العهد القديم ما نعرفش مين اللي كتب هذه الأسفار في الأصل لو قلنا إن بداية هذه الأسفار بعد العودة من السبيل بابيلي إزاي بداية هذه الأسفار العهد القديم كلها تكتبت بعد السبيل بابيلي أولا ده غير حقيقي ده غير حقيقي لأنه لأنه هو هنا هو بيعملين هو بياخد أقصى الشمال أقصى الشمال مع النقاط اللي بيتعنوا في مصداقية الكتاب وبيؤمنوا بنظرية المصادر اللي مردود عليها أيضا هو الأسف بيقرأ في اتجاه واحد ما يخدم غرضه ويس لكن مين اللي قالك إنه ده عزرة كان عنده نص عزرة كان كاتب ماهر في شريعة موسى يعني في نص كان موجود مع عزرة اسمه شريعة موسى مش عزرة هو اللي اخترع الكتابة وكتب لنا الأسفار زي ما زي ما الليبرالز دايما يعني هما الاكسريم ليبرالز مش حتى الليبرالز العقلين ده الاكسريم ليبرالز يقولك إنه إنه الأسفار دي أو شريعة موسى حد اتكتبت بعد السبي ليز إزاي تكتبت بعد السبي اتكتبت بعد السبي علشان تجاوب على سؤال كان اليهود بيسألوه هو ليه ربنا سمح لينا بإن إحنا نصبه فكان لازم يكتب نص هذا النص يقول عنه إن دي شريعة الله وإن ربنا قال لكم من زمان إنه لو عملتم كذا كذا أنا هسبيكم فالشريعة كتبت للإجابة على سؤال اليهود العائدين من السبي واضح الفكرة طيب أخذ الأخ جيرجيس وأرجع نكمل الفيديو مع بعض ألو أيوة أهلا وسهلا بيك أخ جيرجيس مين بيك يجب الرد علي أنا معاك معاك الدكتور أشرف أيوة دكتور أشرف معلش أنا حتظم على أخميه العهد القديم العهد القديم مش بس نبوات عن المسيح أيوة ده الأشخاص نفسهم نبوة عن المسيح الكتاب ده مكتوب في كتاب من متنيح الأنبي وأنس أشكف الغربية ده من جيل البابا شنودة وتنيح في سنة السبعة وتمانين كتب كتاب اسمه كتابنا المقدس ومسيحنا القدس القدس تعرض فيه عن الرموز اللي في أشخاص العهد القديم عن المسيح موسى رمز المسيح أسحاق الأمز المسيح يوسف رمز المسيح كل دولة رموز للمسيح بحياتهم مش بنبوات يعني آدم رمز المسيح آدم ملهوش أب من جهة النسوة ملهوش أم من جهة اللهوت المسيح زيه ملهوش أب من جهة النسوة ملهوش أم من جهة اللهوت وضحت الفكرة أخويا جرجس شكرا يعني العهد القديم مليان نبوات لكن أيضا فيه رموز كثيرة من سواء الشخصيات أو نظام الزبائح أو الأعياد أو خيمة الاجتماع كلها تشير وترمز لشخص المسيح الأشخاص نفسهم بنفسهم يرمزهم للمسيح يعني شكرا لك أخويا جرجس شكرا الرب يباركك طيب نرجع نكمل الفيديو نسمع الفيديو كل أصفار الكتاب المقدس العهد القديم ما نعرفش من الذي كتب هذه الأصفار في الأصل طيب ما تخبرنا أنت حضرتك ما تخبرنا ما تشتغل شوية كده ويمكن تطلع علينا أسماء ما نعرفهاش يعني إبداعنا باختراعاتك الجديدة وقلنا أن بداية هذه الأصفار بعد العودة من السبيل بابي مين حقيقة اللي كتب هذه الأصفار ما نعرفش خلي بالك برضو الموضوع لا يقف عند هذا الحد وقائع تاريخية أدت إلى الانقطاع ضياع النسخ الأصلية مجهولية طيب ضياع النسخ الأصلية ما أنا جاوبتك قلتلك قبل كده أن أنت حتى القرآن ما عندكش النسخ الأصلية أنت عندك نسخة عثمان ما عندكش النسخة الأصلية اللي كانت موجودة قبل أن يحرق عثمان ويكتب كرآن جديد ما عندكش النسخ الأصلية كل مسلم بيطعن في النسخة الأصلية لكتال المعدس هو ما عندوش النسخة الأصلية ده زا يعني زيادة الطينة بلا زيادة الطينة بلا البخاري نفسه اللي جي بعد الإسلام بمئتين سنة وكتب لي المسلمين هذه الأحاديث النسخة الأصلية بين البخاري مش موجودة يعني ف النسخة الأصلية غياب النسخ الأصلية لا يعني غياب النص الأصلي غياب النسخ الأصلية لا يعني غياب النص الأصلي لأن النص بيتنقل بالنسخ من مخطوطة لمخطوطة نسخة الأصلي لأصفار الكتاب المقدس العهد القديم ما نعرفش من الذي كتب هذه الأصفار في الأصل لو قلنا أن بداية هذه الأصفار بعد العودة من السبيل ببيل مين حقيقة اللي كتب هذه الأصفار ما نعرفش خلي بالك برضو الموضوع لا يقف عند هذا الحد وقائع تاريخية أدت إلى الانقطاع ضياع النسخ الأصلية مجهولية الكتبة فيه كمان عندك إيه؟ إن اليهود أنفسهم بعد أن قاموا بتوحيد النص وعمل نسخة قياسية رسمية لنص الكتب المقدسة اليهودية العبرية قاموا بحرق كل المخطوطات القديمة طب تقول لنا إم تحرقوها؟ يدينا تاريخ مثلاً يعني حتى دي تاريخياً مش مثبتة ده افتراد ده افتراد أنت بتتكلم عن عائلات يهودية في أوروبا عائلات يهودية عاشت في أوروبا كويس واشتغلت على النص لكن هذا المزوريين أساساً مش بدايتهم مع أوروبا لكن دي عائلات كثيرة اشتغلت على النص إمتى في أنهي يوم جمعوا المخطوطات القديمة وقالوا خلاص كملنا شغل ونحرق القديم ده افتراد ده هو ما باني كل عقدته على افتراد طيب أجي إلى نقطة مهمة أخرى وجوهرية طبعاً أي واحد دارس للعهد الأدين بيعرف أنه كان فيه مدرستين مدرستين بنسميهم مدرستين مزورة أو مدارس لتطقيق النص والنسخ المخطوطة كان فيه المدرسة الشرقية دي كان مركزها مدينة سورة أو نياهادرا كويس ودي كانت في بابل اللي هي النهاردة تعتبر الفجيرة يعني لكن مدينة نياهادرا دي تم تدمرها سنة 259 والمدرسة الشرقية اللي كانت في بابل مع الوقت اندصرت ما بقاش لها تأثير كبير في العالم اليهودي لكن كمان كان فيه مدرسة بنسمي المدرسة الغربية اللي كان مركزها طبارية وصارت هذه المدرسة بعد القرن الثالث بدأت تاخد شهرتها وبدأ يبقى لها تأثير ووجود كبير جدا حتى القرن حتى الألفية الثانية يعني دي المدرسة الكبيرة اللي استمرت اللي منها المازوريين اشتغلوا على النص ودققوه في الألفية الأولى زي ما قلت لحضركم النص لعصور كثيرة لمئات السنين ظل النص كما نراه هنا الحروف العبرية الساكنة كويس؟ الحروف العبرية الساكنة ما فيش أي حروف متحركة أو علامات النط للنص وما فيش أي ملاحظات النص بيكتب كما هو جم كان فيه أكتر من جروب مجموعة كان فيه مجموعة بنسميهم السفوريم زي ما قلت السفوريم بمعنى الكتبة اللي المهتمين جدا كل شغل الكتبة أنه كان ينقلوا النص بحروف الساكنة بحروف الساكنة حروف الساكنة أنا عندي هنا سلايد حابب أوريه لحضراتكم بيورينا معلش هرجع شوية سلايد ده ممكن بس يعني لو جي على جنب كده في المربع أو هو جاي بكل الصورة ماشي السلايد ده بيورينا واحد من اليهود شايفينه حاطت عينه عينه على الناس ما بيرفعش راسه وهو بيكتب عينه على الناس معظم الناس دول على فكرة كانوا بيكتبوا في الشتة وفي الصيف كان ممكن أطراف إيديهم تبرد والتلج من البرد كان بيجي لهم روماتيزم وكان بيجي لهم بسبب الكتابة ألم في الإيدين عنيهم كانت بتتعب من كترة تطقيق في النص الناس دي ما كانتش بتستهين بالنص الكتابي ولا عمر اليهود في يوم الأيام استهانوا بالنص الكتابي أبدا أنا عايز أقول لكم أن المسلمين اتعلموا من اليهود المعلمين الأساسيين للاهتمام بالنص هم اليهود لم توجد أمة على وجه الأرض اهتمت بالنص الكتابي الموحى به كما اهتم به اليهود في كتابته وفي نسخه وفي قرأته وفي حفظه وفي الاهتمام به والتطقيق فيه طيب ما عليش هرجع للإيه للنقطة طيب السفوريم كان ده شغلتهم فيه ناس تانية مجموعة أخرى كان نسموها النقدة نعيم بمعنى إنه هو المتخصصين في وضع النقاط على النص أيه النص المزوري لما 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 نفتح النص المزوري كويس النص المزوري بتجد الكلمة عليها نقط أو قات بيبقى عليها دايرة رفاية أوي أوي وقات بيبقى عليها نقطة كويس المجموعة من الناس كانوا متخصصين في العمل دا كويس كانوا يوضعون النقاط على النص وعلى فكرة النقاط ما كانتش توضع اعتباطا النقاط لها نظام أنا بقعش كده بقول لكم هذا هو النظام الذي أبدع فيه المزوريين إنه مثلا التعارفين الأرقام كانت تكتب يعني الأحدى عشرة ألفان كده فعلشان القارئ وهو بيقرأ النص دا يعرف إنه هنا هيقرأ نص هيقرأ أرقام كان يحط نقطة فوق فوق الكلمة ويس ولو حط دايرة صغيرة دي بيبقى علي الهامش ليها ليها ملاحظة وكان أوقات بيحط بعض الملاحظات المهمة جدا اللي تتكتب المزوريين بقى كانوا يكتبون الملاحظات على الهوامش والحروف المتحركة أو اللي ساميها الفتحة والضمة والكسرة والشدة والكل الحروف مش الحروف اللي هي علامات النط اللي تساعد الواحد على نط الكلمة كويس فما بقاش النص بس حروف ساكنة هما لم يلعبوا في الحروف الساكنة لم يلعبوا فيها وأوقات كتيرة كان مثلا زي ما احنا عندنا بالعربي أوقات يقول لك تكتب هكذا وتقرأ هكذا صح فال ايضا ايضا كان يحط على الهامش انه كتب وكري او يكتب كده ويقرأ كده النص يكتب كده لكنه يحط لك على الهامش يقول لك يقرأ هكذا يقرأ هكذا ولو حتى فيه كلمة هو حاسس انها في النص الأصلي في النص اللي بينسخ منه هذه الكلمة بحسب فكر الناسخ او المزوري انها لا الناسخ المخطوطة دي نسخ خمساح هما غرهاش هو يكتب لك على الهامش يقول لك هي يسيب لك الكلمة زي ما هي بس يكتب لك في الهامش يقول لك تقرأ هكذا شوف هنا نسمع الفيديو ده خلينا نسمعه المخطوطات ايوه مكتب بالتشكيل بالحركات ايوه لكن هذا التشكيل وهذه الحركات ليست حجة يقينية في ذاتها لماذا؟ لان التشكيل حديث يخضع لأراء ولفهم المشكل الشخص الذي نسخ هذه المخطوطة او الجماعة التي نسخت هذه المخطوطات واعتنت بها هم وضعوا هذا التشكيل هو حتى التشكيل حديث بيشكك هنا في شغل المازورين يعني حتى العلامات الفتحة والضمة ده بيقول لك بحسب ممكن تكون بحسب اهواءهم بحسب اهواءهم ماشي كمل كيف وضعوا التشكيل وكيف وضعوا هذه الحركات وضعوها حسب فهمهم من النص فربما فهمهم للنص غير صحيح ايواء وربما اخطأ اثناء التشكيل برافو عليك هل ممكن اطبق ده على النص القرآن هل ممكن اطبقه على النص القرآني لانه النص القرآني منزل شيء حسب اعتقدكم بالتشكيل صح النص القرآني في مخطوطاته مفهوش تشكيل التشكيل ده اتى حديثا فبالدينون التي بها تدين تدين المبدأ اللي انت بتطبقه على المخطوطات العبرية خلينا نطبقه ايضا على مخطوطات القرآن طبعا لما اتكلمت قبل كده عن مخطوطات القرآن فجأت بالاخوة المسلمين اللي احنا كنا نشوفهم في الفيديوهات دول بدل ما يناقش الكتاب بتاع الدكتور محمد المسيح منقشة اكاديمية محترمة كل اللي عمل انه سب وتقليل من اكاديمية الكاتب ومن علمه ومن فهمه لكن دي الحقيقة اللي احنا بنوجهها دايما مع الاخوة المسلمين طيب نروح الى الناس الساكن زي ما قلت الناس الساكن الناس الساكن بيعود الى القرن الاول الميلادي اللي هو المخطوطة اللي تم اللي احتفاظ بها بالرغم من دمار الهيكل سنة سبعين كان فيه نص ايام رب يسوع كان فيه نص رب يسوع نفسه لما دخل المجمع قرأ من السفر من سفر اشعياء فكان فيه نص رب يسوع نفسه رجع الى التسنية تلات مرات في تجربته على الجبل رب يسوع رجع الى شخصيات العهد القديم الى ايات العهد الى سفر المزامير الى اشعياء الى موسى الى يونان فكان فيه نص نص موجود فقانونية العهد القديم كانت موجودة كانت موجودة وهو النص الذي احتفظ به اليهود بالرغم من خراب الهيكل بالرغم من خراب الهيكل الا ان اليهود احتفظوا بالنص الكتابي هذا النص هذا النص هو نفسه النص اللي كان موضع نقاش في المجمع اليهودي الشهير مجمع جيمانيا سنة 95 ميلادية يعني في القرن الاول الميلادي المجمع هذا اليهودي لم يجتمع ليناقش قانونية العهد القديم ابدا ليه لان قانونية العهد القديم كانت انتهت كانت اتقفلت ومال كان بنائش ايه كان بنائش حاجة بنسميها انتي لوجامينا يعني يعني بعض الاصفار اتكلم عليها بعض اليهود كلام سلبي زي مثلا سفر استير بعض اليهود كانوا معترضين على سفر استير ليه معترضين على سفر استير انه يكون ضمن الاصفار المقدسة قالك لان السفر استير لم يذكر فيه اسم الرب كويس فدي منسميها انتي لوجامينا بمعنى الاصفار اللي نقضها بعض اليهود لكنها كانت موجودة هذا المجمع انهى النقاش بخصوص هذه الاصفار فاصبح عندنا اليهود عشان يكتمعوا في مجمع جمينا اكتمعوا على نقاش نص هذا النص كان موجود من القرن الاول بل كان موجود ايام الرب يسوع هذا النص اللي هو نص العهد القديم شهد عنه يوسيفوس وقال انه اسفار العهد القديم في مجمع في مجملها تساوي 22 سفرا مع انها عند في اليهود 24 بس هي 22 ليه لانه اليهودي بيعتبر انه كل اصفار الانبياء الصغار هي سفر وبيعتبر ملوك الاول وملوك التاني سفر وسامويل الاول وسامويل التاني سفر واخبار الايام الاول واخبار الايام التاني سفر فبيتحول الرقم من 39 سفر الى 24 سفر هي نفسهم هي نفسهم نفس المحتوى ويس لكن يوسيفوس قال انهم 22 سفر ليه يوسيفوس 22 سفر لانه يوسيفوس اعتبر ان سفر مراثي جز من ارمية فلم يعد ارمية لوحده ولم يعد مراثي لوحده فالاصفار زي ما هي شهادة يوسيفوس شهادة الرب يسوع شهادة مجمع جمينة تؤكد على وجود نص عبري للعهد القديم متكامل انا هتكلم بعد كده عن مخطوطات قمران واهميتها لكن اوعوا تجيلكوا فكرة زي ما بيحاول يعني يزرعها هؤلاء النقاد انه المازوريين اخترعوا نصا المازوريين لم يخترعوا نصا المازوريين نقلوا نصا و حطوا علامات الحروف المتحركة والتنقيت و كل الملاحظات بتاعتهم على النص لكن النص زي ما هو النص زي ما هو هذا النص مؤسس على مخطوطات قديمة النص المعتمد في القرن الاول الميلادي هو تطور تاريخي نبع بعد خراب ارشاليم فبما ان التورة كانت دائما موضوع اهتمام الفرسين فاكيد كان عندهم افضل المخطوطات هذه الحقيقة تؤكدها مخطوطات قمران والتي تعود الى القرن الثاني قبل الميلاد يعني مش بس انه ايام الرب يسوع مش بس ايام الرب يسوع كان عندنا مخطوطات للعهد الاديم لا ده قبل الرب يسوع بمئتين سنة في مخطوطات قمران موجودة طيب المبادئ الاساسية في النص المزوري ايه اللي عملوه المزوريين وايه المبادئ اللي حطوها في النص رموز خاصة بالارقام زي ملتح الحرف الذي توضع فوق نقطة او اتنين يعتبر رقم العلامات المتحركة وضعوها فتحة والضمة والشدة والكسرة ملاحظات تفسيرية على الهوامش حطوا ملاحظات تفسيرية ملاحظات لغوية حطوا ملاحظات هم اللغوية على النص ايه تاني تعليقات على النص زي ما يقول اذا رأى المزوريين كلمة في النص غير صحيحة تكتب تكتب زي ما يحطوا الكتابة زي ما هي تكتب زي ما هي لكن في الهوامش تكتب الكلمة الصحيحة ويقول عليها تقرأ كري يعني تكتب هي مكتوبة كده بس هو حسب فكره انه الكلمة دي هي الاصاح حاجة الاخيرة ملاحظات احصائية وما اكثر الملاحظات الاحصائية اللي عملها المزوريين على النص العبري عدد الايات تسعمية الف تسعمية اربعة وخمسين حرف الحرف الوسط الكلمة الوسطة في التوراة اليهود لم يتركوا شيئا الا ودرسوا بالتطقيق كانوا ينظرون لكلمة الله على انها رسالة الحب الالهي التي ينبغي ان يهتموا بيها ويقدسوها ويقرؤوها وينقلوها صحيحة هذا هو النص المزوري النص المزوري يعتبر نص معتمد للنص الكتاب العبري اليهودي هنكمل مع بعض في حلقات اخرى جاية عن المخطوطات القمران و لينجراد والشواهد الاخرى عن المخطوطات اليهودية لكن الى ان نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم